كان هناك بعض الأحديث والصحافة العالمية عن أن شركة الخمور تلك خسرت خسائر كبيرة للغاية بل أن أظهروا مخازنها بأن الخمور ممتلئة للغاية في هذه المخازن وأنه لا وجود ولا مصرف لها جراء هذه الضربة القوية التي وجهت من قطر لشركة الخمور المتعاقدة مع الفيفا على أن تقوم بتوزيع خمورها داخل استادات المنديال لذلك قطر نالت تحية كبيرة من قبل المشجعين الإنجليز قبل حتى المشجعين العرب وهكذا تحدث بعض من المشجعين الكرة الإنجليزية وأشاروا إلى أنهم الآن يتمتعون بأجواء المباريات أكثر من السابق لأنهم الآن في وعيهم التام وهو ما لم يكن يحدث في المباريات السابقة لذلك أشهد بالدولة القطرية إذن نتحدث هنا عن أن قطر رسمت صورة حضارية عن الإسلام وعن المسلمين وعن أعراف وتقاليد الأمة العربية والأهم هي تمسكها بهذا الأمر ويتينها أيضا بمشايخ ليقوموا بالدعوة أثناء هذا المنديال سواء فضيلة الشيخ زاكر نايك أو عبد الرحيم مكرسي أو الدكتور عمر عبد الكافي كان هناك تحية كبيرة وخاصة من جانب رواد السوشيال ميديا للدولة القطرية بهذا الأمر وبالفعل نجحوا في استقطاب هؤلاء المشايخ ونجحوا أيضا في رسم صورة جميلة عن الإسلام والمسلمين بعد أن كانت الصورة المرسومة في السابق هو أن المسلمين مع الأسف الشديد يعيشون في تخلف ورجعية اشتركوا في القناة